إلى أن تصل الكتل السياسي المتنازع على المناصب لا قسمة مرضية على الشعب العراقي أن يعاني اقتصاديا هذا ما يظهره تصريح مصطفى الكاظمي عندما تكلم عن انعكاسات الأزمة الحالية على الواقع الاقتصادي والخدمي في البلاد بدون موجود موازنة ستعطل حياة الناس نحن الآن في الشهر الثامن من عام 2022 وموازنة ماكو والخلل ليس عند الحكومة للخلل بسبب الوضع السياسي الموجود في البلد كيف نقوم ببناء مدارس وتبريج الشارع وبناء مشاريع وفي ظل هذا الواقع الاقتصادي الذي ازداد ترديا نتيجة الصراع السياسي يتكلم الكاظمي عن قلة الأموال وغياب الموازنة من أجل المشاريع متناسيا أن الأموال ستكون حاضرة عند إجراء انتخابات جديدة ستكلف أكثر من 400 مليار دينار بحسب مستشارين ماليين لرئيس مجلس النواب الأمر الذي يدل على أن الأحزاب المتصارعة مستعدة لهدر الأموال لإعادة لعبة الانتخابات التي لا تعني شيئا للشعب العراقي المقاطع لها لا من قريب ولا من بعيد وفي ظل التداعيات الاقتصادية الخطيرة جراء اشتداد الصراع بين الشركاء لا يبدو أن الأزمة ستحل سياسيا حيث تكشف تصريحات القياديين في الطرفين الإطار التنسيقي والتيار الصدري عن أزمة تراكمية عميقة عنوانها أكبر مما هو ظاهر من خلاف حول شكل الحكومة لذلك انتقل الطرفان إلى الشارع عبر حشد أكبر عدد ممكن من المؤيدين والتابعين والتلويح بهم ضمن ما قيل إنه أكثرية وأغلبية فيما دع الصدر أن صار الإطار التنسيقي للانضمام له بعيدا عن قيادات الإطار نفسه أمام اتجاه الأمور لتصعيد مفتوح على كافة الاحتمالات بما فيها العسكرية يظهر الطرف الشعبي ممثلا بثورة تيتشرين مجددا شعاراته الرافضة للعملية السياسية بجميع أحزابها ويرى مراقبون أن متظاهري ثورة تيتشرين يطلون برأسهم في هذه الفترة لحماية الحراك المدني من أي فخ تستخدمه الأحزاب المتصارعة باسم الوطنية نفسك يا أحزاب المتصارعة بسم الوطنية بسم الوطنية شكرا